نرجع على موضوعنا اه احنا كنا الموضوع بتاعنا كنا بكلم فيه السكر اللي بيأثر على كل الأوردة والشعرين والكلام والشعرات من الأماكن المهمة جدا اللي بيأثر على السكر لخبر حضرتك اللي هو الجهاز التناسولي في الزكر والأنسة فهو في الزكر حيامل حاجة اسمها للناس معروفة هو العجز الجنسي والأمراض التناسولية في الزكر أو الأنسة بينقسموا إلى ثلاث حاجات واحد الكدرة الجنسية والرعبة الجنسية اثنين والخصوبة ثلاثة يعني والثلاثة ما نمش علاجها ببعض على فكرة يعني ممكن يكون واحد عنده رعبة جنسية وما عندوش قدرة جنسية الرعبة الجنسية التعريف بتاعها عشان الناس يبقوا مفاهمين معانا هي مال الإنسان جنسي للجنس المعاكس له يعني الرجل يمير إلى المرأة والمرأة تيمينه إلى الرجل دي الرغبة الجنسية الطبيعية لربنا خلقها تبفرد رجل لراجل يبقى مجنون يعني عيان مريض صح أو مرأة المرأة يبقى مريضة يعني تستحق العلاج أخبار حضر لك من وجهة النظر الطبية وهنا ما تبقاش اسمها ليبيدو بقى لا أسامي تانية أوكي دي واحد القدرة الجنسية هو الحصول أو الوصول إلى علاقة مسمرة أو طبيعية أو كافية بين الرجل اللي هو اللي بيأديها عادة حقيقة أخبالك طب الخصوبة وجود تبويض وحيوانات منوية سواء راجل يبقى حيوان منوي الأنسة بويضة صالحة للإخصاب وحيوان منوية صالح للتلقيح والاتنين اللي يخلفوا يبقى هنا الخصوبة عندهم من اتنين كويسة أو في واحد عنده عيب يبقى إذن الخصوبة القدرة على الإنجاب أو إحساس تلقيح خلقها كده تمام القدرة الجنسية اللي هي علاقة ناجحة يعني وجود انتصاب في الرجل انتصاب كافي ومثمر ويؤدي إلى علاقة الجنسية ناجحة طبعا وفي الانتصاب ممكن يقع في البداية وبعدين يحصلوا نوع من الارتخاء وخبال حضرتك أو انتصاب غير كامل يعني كده انتصاب لها درجات ولها أوقات يبقى إن الرغبة والقدرة والخصوبة السكر بيأثر تقريبا على الثلاثة قلوم أه موسيقى